أما النتيجة تسقط الآخر من خلال تهم هو ما مرتكبها مثل ما تفضلت أنه تحيله إلى أربع رهاب وهذه صارت أربع رهاب مثل الموت يعني لا ما أفرر منه أي سياسي يشتغل بهذا البلد ويعتبر منافس للطرف الآخر اللي بمصدر القرار رأساً يحط له أربع رهاب وأربع رهاب يعني رجعنا نفسه النظام السابق النظام السابق كان عنده أربع رهاب بمسألتين إذا أنت شيعي وقل لك حسب الدعوة خلاص يعني ما حتى يقدر يدافع لك وإذا أنت سني وقل لك أنت وهابي أيضاً رحت أنت فالأربع رهاب وحتى تعريف الأرهاب لحد الآن ما متفقين عليه لكن التسقيط هذا اللي أنت تبعد الطرف الآخر وما تنطي حريته وما تنطي استحقاقه اللي يكفلها الدستور اللي يكفلها القوانين اللي يكفلها شراكة في البلد هو هذا الإخفاق اللي يعني أدى إلى يجعل البلد ينهار شيء في شيء إلى أن وصلنا إلى مرحب